اشتركوا في القناة يقع فيهم تغييرهم بوزراء آخرين وحكينا عن تصورات على بعض الوزراء اللي صلاحيتهم غير واضحة وعلى إمكانية تدماج بعض الوزراء هذا هو تقريب بالتصور لكن عاود نذكر رأي هذه نقطة من برنامج أو من مجموعة من المطالب تحزب المؤتمر من الجمهورية وقع تركيز عليها هي دون سواها من الصحافة نتفهم الأمر ولكن ما لها إلا نقطة من النقاط بالنسبة للوزراء اللي ترحنا التغيير فيها نحن نتحدثنا وقت على أربع وزراء ما لدينا شيء ما ذكره للصحافة ديما على غالب إذا ما أذكركم بهذا ما يزمش واحد يوحدثكا شوية من نوع من الشوشرة داخل الوزراء وكل وكل وكلام والأراء وراء واختلفة ما نصور كنا هذا فمصح خاصة أنه كانوا تطوّلنا برشا في الموضوع هذا أكثر من لازم ذلك عليش تولينا حكي ورد ضرور التسريع بهذه النقطة وببقية النقاط بالمناسبة بقية النقاط ترى غير التعديل الوزاري بالشكل اللي حكينا فيه هو فيما يتعلق بالتشاول الحقيقي فيما يخص التسميات فيما يخص القرارات سياسية والاقتصادية المهمة عندما تدخل في القضاء معناها هذه المطالب بتاعنا معناها مجالي يجب أن يكون حتى الشبهات يجب أن نبتعد علىها في كل المجالات اللي فاهم الساس بحقوق الإنسان ولا بدور القانون فمجانب يتعلق زادة بفتح ملفات الفساد بشكل جدي إيجاد الإليات بكفح الفساد وفهم اللي يتعلق زادة بفرض سلطة الدولة تعرفوا البارح مثلا كنا نحكي في موضوع شوالي صار في تطوين من ترف عدد محدود جدا من المواطنية قولة مني حضر مسيدي وفزيد عفوان سمحني في جملة الموضوع ذات طرحت من جديد مسألة فرض سلطة الدولة سلطة الدولة رأي ممعناها مسألة مهمة جدا إذا تحب تحافظ على الديمقراطية من الثورة سارت ثورة جاء وراها مشروع الديمقراطي المحافظة عليه يجب أن تتفرض القوانين شوفوا الحالة بتاعتها سيب وين وصلت توقيت حالة كما البارح والقاح جارة لما حالة مش مباشرة معناها أو سيب بها الرؤساء ولا الرئيسين معناها ولكن كيوصلنا الوضعية كما ذي يجبنا نعرفه لفهم تحقيق يجبنا نعرفه لفهم تتبعات ضد كل من تورت بالتنفيذ أو بالتحريض وإذا فهم أي حزبة أو أي جمعية قامت بأي عمل من العمل هذه كما تقال بالنسبة لربطات حماية الثورية تقال بالنسبة للمهمة نبدأ في الإجرايات موصوصة بقلون الأحزاب أو قلون الجماعيات التنبيه أولا وإن شاء الله ما ينوصوش الإجرايات الأخرى ولكم يجب أن تصل هذه المنطقة يجب أن يتقال من طرف الحكومة نحن ندفعه في هذه الاتجاه ليس كرهن لزايا دو عمر وليس مساسا بالحريات وليس نقم على جزء متواسع حتى كأنهم من الخاطئين وإنما حفاظ على البلاد يقتضي في وقت ووقات كأنه يتطبق القوانين بشكل جدي كما يحصل في أكبر ديمقراطيات في العالم وليس كما يحصل في عد بن علي فهذه هي تقريبا جملة من المطالب التي نحن الرأم علىها ينزم يقع الاستجابة لها معها التحيوة تعديل الوزاري بالشكل يكون مناسب خاصة المسال التسريع هذا اللي يهمنا تقريبا لنواصل وشاء الله مع بعضنا العمل في المدة اللي بقات ما زالنا منعرفوش هارجوان ولا سبتومبر ولا أكتوبر لكن أكيد في سنة 2012 تنتهي المرحلة انتقالية هذه